إلى فيينا حيث اتهمت إيران الولايات المتحدة بعرقلة مفاوضات فيينا برفضها الاستجابة لمطالبها وقال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان لصحيفة Financial Times البريطانية إن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في الاستجابة لطلب إيران بمنح ضمانات حول عدم انسحاب أي من الأطراف من الاتفاق النووي وأكد عبداللهيان أن بلاده مصرة على رفع العقوبات كافة من أجل المضيف الاتفاق وهو مطلب ترفضه واشنطن لتفاصيل معنا من فيينا مفادنا أشرف سعد أشرف أهلا بك هل ما يجري الآن ضمن المناورات المعتادة من قبل إيران أم أن هناك بالفعل ضغط عليها بالتأكيد إيران تناور وتواصل مطالبها التي تعلم جيدا أنها مستحيلة التحقيق ولن يتمكن الطرف الآخر وهو الولايات المتحدة من الاستجابة لها أولا كانت هناك قائمة بـ 300 شخصية ومؤسسة إيرانية تطلب إيران رفعها من قائمة العقوبات على رغم أنها عقوبات لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني وتحديدا رفع أسماء مسؤولين إيرانيين من قائمة الإرهاب أو من قائمة المنظمات الإرهابية وهذا بالطبع لا يمكن أن تقدم عليه واشنطن اليوم وبتصريحات أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني يبدو أن إيران ما زالت تراوح مكان مطالبها فيما يتعلق بضمانات قانونية وهو أمر لا يمكن تحقيقه ضمانات قانونية لعدم تكرار سيناريو انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق قال عبداللهيان أنه أوعز للمفاوضين هنا في بينا بأن يطلبوا من الدول الأخرى المتفاوض معها أن يصدروا رؤساء برلماناتها أو البرلمانات بشكل عام بيانا رسميا يدعم الاتفاق كمحاولة للتصديق شبه الرسمي على هذا الاتفاق وهو بالطبع أمر وصفه المحللون بأنه من قبيل الخيال لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من الحصول على دعم كاف من الكونجرس لإصدار بيان المشابه هذا بالطبع بالإضافة إلى أن الدول الأخرى لم تنسحب أصلا من الاتفاق وبالتالي فصدور هذا البيان أمر صعب للغاية إذن من فيينا أشرف سعد